خلصنا البراثيرويد هرمون ثم سنحصل على الباراثيرويد هورمون السيارات باراثيرويد هورمون هذا المنطقة يقوم بعمل بالباراثيرويد هورمون في البروتين يشبه يعني هذا باراثيرويد هرمون اكتيفتي عدى نفس الاكتيفتي مع الباراثيرويد هرمون شن فروقات الفروقات اولا انه هذا يتكون من مية واربعين امينو اسد بس الباراثيرويد هرمون قلنا اخيشي خطوة الاخيرة تذكرون قلنا من اربعة وثمانين امينو اسد هذا الخلاف الاول الاختلاف الثاني هذا الباراثيرويد هرمون الاسدقلوبتايت موجود بالكروماسوم رقم شنو؟ 12 ولك هذا يوجود بالكروماسوم رقم 11 هذا الاختلاف الثالث اللي تهمنا انه الباراثيرويد هرمون الاسدقلوبتايت هذا بارا كراين فاكتور شنو يعني باراكراين فاكتور شرحناها بالفيديو من الانترودوكشن قلنا اذا ما شايفيووش اشوفوه قلنا الباراكراين فاكتور يعني هذا الاباراكراين هرمون هذا يشتغل على الخلايا المجاورة اليه تمام يعني بالنسيج نفسه على الخلايا المجاورة اليه فهذا البارث الرابات هو مليتي كلبتات هو عبارة عن باراكراين فاكتور بس ال تمام اذاUM شنو تكون اذا consolid اندوكراين يعني شنو شنو يعني تطوح الى اماكن بعيدة بالجسم يعني تطوح الى انسجة تتطوح الى انسجة مختلفة بس بارث الرابات هو مليتي كلبتات هو باراكراين فاكتور يشتغل بالأسجل الموجودة بها ويقول إنه أكون فد أماكن لا يمكن أن يصل لها البارثارية هيرومون يأتي هذا البارثارية هيرومون يuckle ذلك البارثارية هيرومون يصل لها هكذا فرقات بين التور كيف يقوم بها البارثارية هيرومون و البارثارية هيرومون أو لضع أخوة بروتين نفس الشيء الوظيفة يشبه وظيفة الباراثايرويد هورمون ليس نحكي اخير موضوع الكالسيتونين 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 عبارة عن هورمون هذا طبعا موجود بالحيوانات وشافوه بالحيوانات ويجدوا انه يقلل تركيز الكالسيتونين بالانسان ايضا كتشفه كالسيتونين بس وظيفته بالانسان يعني مو كل شي معروفة يعني بدرجة كل شي كبيرة بس يعني هم لقوا انه هذا الكالسيتونين الى دور بتقليل الكالسيتونين فاشصار اسمه كالسيتونين بتقليل الكالسيتونين يعني شنو هذا الكالسيتونين قلل تركيز الكالسيوم بالدم اسمه كالسيتونين بالمامرز اللي هي ثديات الكالسيتونين راح يطلع لي من خلايا اسمها بارافوليكولوسيلز شنو هي بارافوليكولوسيلز اللي يجي هنا هاي القبال نان科بال الشنو Wha syroid 40 معاشي هاي هالتني الخلايا اللي هن ماخذ الحصار السقد و وهي اخذ الخلايا اللي هن construان الخلايا من الثيرويد jogland وهذا الكللويد اللي يطلع عن الثيرويد جلاند على يحتفظ الى حاج Bre Turtle يوجد خلايا موجودة حولها اسمها بائرة عليها أن نرى هذه البائرة تطيني وماذا تطيني؟ كالسيتونين هناك كالسيتونين ينفرز من البائرة الموجودة على خلق الثيرويد وكالسيوم المتحفل هل قالت الأكسين جميعا؟ ماذا سألونا هذا؟ بالضبط. هذا الكالسيتونين عدة السبترات موجودة بالبونز والكدمين. يعني هذا مو طلعني من من الخلايا. هذا هو الخلايا. هذا هو الخلايا. هذا هو الخلايا. هذا يشتغل على البونز والكدمين. لأنه نعدها السبترات بالبونز والكدمين. فهذا راح يؤدي الى تقيقية كالسيوم. هذا على البون راح يسوينا راح يسوينا انهيبشن بون ريزوربشن. شنو بون ريزوربشن؟ بون ريزوربشن قلنا يعني هذا البون جاي تكسر ويطلع منه كالسيوم. هذا يثبتها يا عملية لأن هذا يقلل تركيز كالسيوم. زين. بالكدني شي يسوي بالكدني يقول بالكدني يسوي طبعا هنا انا انهيبت البون ريزوربشن. اذا يا خلايا يسوي انهيبشن. انهيبشن كالسيوم. يزيد الكالسيوم. راح يطلع الكالسيوم. عكس البارثار هنا بالضبط. البارثار هنا كانت يزيد الكالسيوم. هذا يزيد الكالسيوم. يزيد الكالسيوم. زين. بحالة الابرغنانسي. بحالة الابرغنانسي. هاي آخر شغربي. بحالة الابرغنانسي. الام راح يصير بالأضامة لجسم بالتها يصير تآكل. لذلك الحوامل هذين يكون يعني 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 الامر اتكون بعد الولادة اكثر عرضة لكل جسمة يعني 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 يصير بون وفاكشلية. لان البون راح يصير معاته. ليش ليش. ليش. لان هذا الطفل الموجود داخلها راح يتغذى على الكالسيوم الموجود بالأوم. يعني يعني الأوم راح يتكسر الكالسيوم معاته. يدخل الطفل على موشن. على مودي ينبني العظام معل الطفل. يعني قلنا الكالسيوم يساهم بتكوين العظام هو الفوسفات. يعني يعني هنه هو العظام مصري تكون من ذني. فالطفل راح ياخذي الكالسيوم مع الام. زيان. يعني اش صار بالأوم اول شيء بالأوم صار عندنا الباراثرارترومن اشتغلن. اش صار بالموضر. الباراثرارترومن اشتغلن. هاي بلا برك ننسي. اشتغل الباراثرارترومن. اش سموني كالسيوم. اني كريز. وهذا وين يروح يروح البيبي. زين. هس اذا عبقت هاي العملية. اذا عبقت الباراثرارترومن مشتغل. راح يؤدي هذا الى يعني العظمة الام راح يتآكر في الدنوب. فشنو راح يجي الكالسيوم هنا نشغل. الكالسيوم هنا راح يحمي الام من اكسيز كالسيوم لوس ديونيك. اش راح يسوي راح يجي الكالسيوم يثبت هاي الكالسيتونين. عفوا الكالسيتونين. راح يجي يثبت هاي العملية كلها. راح يثبت الكالسيوم ريزوربشن في نتيجة لذلك الكالسيوم ما راح يطلع لي من البون و راح يبقى بالبون ما للأم. نتيجة لذلك راح يؤدي يحافظ لي عليه من على البون سعور في ماذا. يقول هنا اذا البون رسوربشن ما صار بي انهبشن. هذا راح يؤدي الى يعني اذا البون رسوربشن اللي تآكل العظام ما صار بي انهبشن باي كالسيتونين. شي يؤدي هذا. يؤدي ممكن الى اقلنا انه العظام ما للأم تتآكل الفردنا وتصير كل شاشة. فهذا الكالسيتونين الى دور مهم بالبغنانسي على مود هاي الحالة. لان اذا ما عدنا كالسيتونين راح يبقى يتآكل العظام ما للأم. تمام. هنا احنا نكون خلصنا الباراثيرويد اقلاد. وحكينا على الباراثيرويد وحكينا على الكالسيتونين وشوية من الاكشي المالتا. شكرا لحسن الاستماع.